أنا أفرش لما نآجب الليل يعني بشكل عام أنا نصيحتي لهم عشان تخفف الأحماض اللي أنت اكتسبتها في النهار نصيحتي حاجة شيء جميل جدا يا أستاذة دينا اللي هو الماء إحنا نشرب الموية غلط يا أستاذة دينا إذا تسمحيلي إني أوريكي كيف طريقة شرب البياه الصحيحة يا أستاذة دينا ليس شرب وإنما ارتشاف بمعنى أنا كده بللت جميع الأسطح اللي موجودة بالفم إذا كان فيها جفاف أنا كده المكان اللي كان فيه أحماض خففتها كل ما ارتشفت أنا كده ما استهلكت الماء اللي معاي وما أشغلت الكلا عندي بماء كثير تقعد تشتغل فيه وتقعد يعني ممكن تعمل للشخص أنا استهلكت يعني أنت أحيانا تجد الرياضيين معا قارورة موية صغيرة وصار له ماشي فيها ساعتين صحيح الفكرة هي في ارتشاف الماء ما هي الفكرة بفي شرب كمية كبيرة يس هي الفكرة مش بالكمية احنا ممكن لو نشرب الكمية مرة واحدة طيب بعد كده أنا فمي حينشف أنا أثناء الكلام وأثناء الحوار وأنت كمذيعة أثناء الحوار وأثناء الكلام لو شربت كمية كبيرة ما هترتوي هي هي الارتواء إنه فمك يتبلل الغدد اللعابية تنغسل الفم ينغسل من جوه كل ما ارتشفت أكثر يعني على مدار دقيقتين ثلاثة أربعة وصارت عادة متأصلة عندي أنا كده أتجنب التسوس تماما ما يجيني تسوس يا سلام يعني لاحظي الناس اللي متعودين على شرب الموية موضوع التسوس هذا عندهم قليل موضوع التسوس